التوقعات تشير إلى أنه بعد أن تم تأجيل مناقشة الشريحة الثالثة من العاشر من يوليو إلى التاسع والعشرين من يوليو وبعد حديث كثيرة عن استبعاد مصر ثم إعادتها مرة أخرى إلى جدور اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم تشير التوقعات إلى أنه مصر نفذت ما طلبه صندوق النقد الدولي وبالتالي وهناك توافق كبير بين الجهتين خاصة مع مقابلة وزير المالية لمديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل هناك توقعات قوية بأن يتم الموافق على صرف الشريحة الثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار وهذا سيؤهل مصر للتقدم لطلب قرد من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة مليار ومئتين مليون دولار كما نتركب أيضا أو تتركب الدول أكبر الدول المقتردة من صندوق النقد الدولي مناقشة صندوق النقد لإعادة النظر في الرسوم الإضافية التي يفرضها على كبار المقتردين حيث أبدت بعض الدول مخاوف من الرسوم المرتفعة بصورة كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ولذلك نتركب أيضا ما سيتخذه صندوق النقد الدولي في هذا الشأن خاصة أن من أكبر الدول المقتردة من الصندوق تأتي أوكرانيا والأرجنتين والثالثة تأتي مصر ترجمة نانسي قنقر